اهلا بكم من جديد بالرغم من ان تركيا كان لها دور كبير في حل ازمة صادرات الحبوب الاوكرانية الا ان لقاء اردوغان وبوتن الاخير في مدينة سوتش الروسية والاعلان عن تعميق العلاقات الثنائية دفع الولايات المتحدة والاوروبيين الى وضع علامات استفهام بشأن التقارب الروسي التركي فما التفاصيل؟ في الخامس من اغسطس الجاري اتفق اردوغان وبوتن خلال المحادثات في سوتشي على تحويل جزء من مدفوعات الغاز الروسي الى الروبل اضافة الى تعزيز التعاون في القطاع المصرفي والمالي وفي مجالات عدة اخرى اعلان ما لبث ان نشر حتى اعربت العديد من الحكومات الغربية عن قلقها من ان هذا التقارب سيمكن روسيا من تجاوز العقوبات المفروضة عليها منذ بدء الغاز الروسي فيما وصف مسؤول في الاتحاد الاوروبي سلوك تركيا تجاه روسيا بانه انتهازي للغاية عقوبات الغرب تستهدف خنق الاقتصاد الروسي وعزل نظامه المصرفي عن العالم وفي التقارب بين موسكو وانقرة يرى مسؤولون اوروبيون انه سيمثل بابا خلفيا يمكن روسيا من التلاعب بشأن العقوبات المفروضة عليها وتجاوزها الخزانة الامريكية حذرت بدورها من التقارب الروسي التركي وقالت ان كيانات وافرادا من روسيا يحاولون استخدام تركيا لتخطي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حربها على اوكرانيا تحذير لم يكن الاول من نوعه ففي يونيو الماضي كان قد التقى نائب وزيرة الخزانة الامريكية بمسؤولين اتراك ومصرفيين في اسطنبول لتحذيرهم من خطورة ان تصبح انقرة قناة لنقل الاموال الروسية غير المشروعة تركيا قد تكون في مرمى عقوبات امريكية واوروبية اذا ثبتت مساعدتها لروسيا بحسب مراقبين فمنذ فرض العقوبات على موسكو حذرت واشنطن من انها ستعاقب الدول التي تساعد روسيا في التهرب من العقوبات والامر كذلك بنسبة لعدد من الدول الاوروبية بنسبة 57% ارتفع حجم التجارة بين تركيا وروسيا العام الماضي محققا 33 مليار دولار وفق اخر الارقاب في الربع الاول وحده من هذا العام كانت هناك زيادة نسبتها 110% الى 13 مليار دولار في حجم التجارة بين البلدين كما تتطلع موسكو وانقرة من خلال رزمة اتفاقيات الى رفع حجم التبادل التجاري بينهما الى 100 مليار دولار سنويا في الاعوام القادمة فيما بلغت صادرات التركية الى روسيا 6 مليارات و500 مليون دولار العام الماضي في حين بلغت وارداتها من روسيا 29 مليار دولار اما في مجال الطاقة فقد وصلت امدادات الغاز الروسي لتركيا 26 مليار متر مكعب سنويا وفق ماعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي سبع حزم من العقوبات فرضتها دول الاتحاد الاوروبي على روسيا عقب غزوها جارتها اوكرانيا العقوبات تنوعت بين حضر النفط والذهب معاقبة مسؤولين روس فما هي العقوبات الاوروبية على روسيا وما هي تفاصيلها عقب دخول موسكو الحدود الاوكرانية وتحديدا في 25 فبراير وفق قادة الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات على قطاعات الخدمات المالية والطاقة والنقل في روسيا وفرض قيودا على الصادرات وخلال يومين فقط أعلنت دول الاتحاد الاوروبي تشديد عقوباتها المالية على روسيا ردان على غزوها اوكرانيا من خلال استبعاد موسكو من نظام السوفت المالي العالمي في الخامس عشر من مارس وفق التكتل على فرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل حضرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية وباردات منتجات الصلبة وبعدها بيوم فقط دخلت حيزة تنفيذ الحزمة الرابعة من عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تستهدف الروس الاثرياء وحضر تصدير البضائع الفاخرة من التكتل بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي كما تبنى الاتحاد الاوروبي في الثامن من ابريل خامسة حزمة من العقوبات على روسيا والتي شملت حضرا واردات الفحم والخشب والكيمويات ومنتجات اخرى وتمنع الكثير من السفن والشاحنات الروسية من دخول التكتل في الثالث من يونيو تبنت دول الاتحاد حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب على اوكرانيا وتستهدف العقوبات قدرة روسيا على تمويل الحرب عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية هذه العقوبات زادت واحدة اخرى في العشرين من يوليو اذ تبنت تكتل حزمة عقوبات هي السابعة منذ بدء الحرب في اوكرانيا وتشمل حضرا على استراد الذهب وقيودا جديدة على صادرات وتجميد اصول مصرف سبير بانك بهدف تجنب تداعيات العقوبات الاقتصادية الامريكية المفروضة على موسكو منذ عام 2015 بذلت روسيا جهودا لانشاء نظام مالي مستقل للدفع حمل اسم مير ووسط مساعي روسيا الحثيثة للترويج له اعتمدته حتى الان عدة دول بينها تركيا نتعرف الى هذا النظام والى هدفه في مارس 2014 اكتشف مئات الالاف من الروس ان بطاقاتهم المصرفية باتت عديمة الفائدة بين عشية وضحاها بسبب العقوبات الامريكية المرتبطة بضم موسكو شبه جزيرة القرم في العام التالي وبعدما واجهت مصارف روسية عدة مشكلات مع شركتي فيزا وماستر كارد الامريكيتين اسست موسكو منظومة دفع وطنية اصدرت بطاقات دفع تحت مسمى مير هذه البطاقات التي بدأ صدورها فعليا في اكتوبر 2016 بعد نجاح المرحلة التجربية روسيا سرعت جهودها للترويج لهذا النظام على مدى سنوات لتشجيع الدول على تبنيه فخفضت رسوم التبادل لتقليل تكلفة المدفوعات على شبكة مير سواء لبطاقات الخصم او الاعتمان ووفق الارقام الرسمية الروسية حقق نظام المدفوعات مير ارباحا صافية خلال عام 2020 بلغت نحو 94 مليون دولار وحتى منتصف 2021 اصدرت روسيا ما يزيد عن 100 مليون بطاقة تابعة لنظام مير وبحلول نهاية العام اصبح نظام المدفوعات هذا يتمتع بحصة سوقية تزيد عن 25% من حيث اجمال قيمة معاملات الدفع في روسيا وفقا للارقام التي نشرتها global data بطاقة مير معتمدة حاليا في عشر دول هي تركيا وذيتنام وارمينيا واوزبكستان بيلاروس وكازاخستان وقرغزستان وكذلك طاجكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا مع وجود مساعد لتوسيع دائرتها الجغرافية لضم دول أكثر إذن لأي مدى الدول الغربية قلقة من تنامي العلاقات الروسية التركية أيضا ما هي خيارات الغرب في مواجهة هذه العلاقة وما هي حسابات تركيا من جهتها أذب بهذه الأسئلة لضيفي من برلين عبر سكايب ماتايس بروكمن رئيس تحرير جريدة هانس بلت وأيضا من اسطنبول الدكتور سعيد الحاج باحث في الشؤون التركية والعلاقات الدولية مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ نقاشي مع سيد ماتايس سيد ماتايس لأي مدى بالفعل الدول الأوروبية اليوم قلقة من تقارب حليفتها في الناتو أو العضو في الناتو تركيا مع روسيا اسمح لي أولا أن أقول أن تركيا ليست جزءا من نظام العقوبات الذي تم فرضه من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان ضد روسيا إلا أن تركيا ليست جزء من الدول التي تفرض العقوبات ولكن طبعا كعضو في الناتو هناك الكثير من التوقعات من تركيا لا تتخذ تدابير مضادة للعقوبات الأوروبية المفروضة نحن نسمي هذا بالعمل غير العادل وتركيا يجب أن تكون متنبهة لعدم استخدام كل هذه الخيارات التي ما زالت مفتوحة أمام روسيا لإيقاف التجارة مع روسيا دكتور سعيد مرحبا بك من جهتها أنقرة كيف تنظر إلى قلق الغرب إذا توطيد علاقاتها الاقتصادية مع روسيا في هذه المرحلة الحرجة من العلاقات الغربية الروسية وأنه كما قال السيد متايس هناك توقعات غربية من تركيا لأن تتعامل بطريقة معينة يعني ليس مطلوب منها أن تفرض عقوبات ولكن أن تتجاوب مع العقوبات الغربية أن تحترم هذه العقوبات وأن لا تكون خيارا أو بابا مفتوحا أمام روسيا مساء الخير تحياتي هو الحقيقة أولا هناك سؤال ينبغي أن يطرح حول مدى تأثير هذه العقوبات على روسيا لأنه لا نجد أنها أثرت على مسار الحرب ولا نجد أنها أثرت على القرار الروسي بخصوص الحرب ولا نجد أنها أضرت كثيرا بالاقتصاد الروسي من جهة ثانية بعيدا عن تركيا عدد من الدول الغربية والأوروبية الحقيقة رأينا أنها إما لم توافق أولا على العقوبات أو أنها تراجعت لاحقا عن بعض العقوبات أو أنه حتى في ظل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية رأينا هناك تخفيضات العقوبات على روسيا وبالتالي فكرة أن العقوبات قاسية ثابتة جامدة متبنة من الكل أيضا ليست دقيقة فيما يتعلق بتركيا تركيا منذ البدء تقول وليس اليوم حتى في أزمات سابقة مع إيران أو غيرها تقول أنها من حيث المبدأ ليست متفقة مع العقوبات الاقتصادية لأنها من وجهة نظرها لا تضر الدول والأنظمة وإنما تضر الشعوب وبالتالي ليست أداة فاعلة في تحقيق أهداف سياسية معينة الاستثناء الوحيد هنا الذي تلتزم به تركيا هو إذا كانت القرارات أو العقوبات قد صدرت من الممتحدة وهذا غير حصل في هذه الحالة وبالتالي تركيا لم تلتزم كما ذكرت ضيف قبل قليل من مرلين لم تلتزم بهذه العقوبات الأمر الثاني أن تركيا تلعب دورا متفردا في هذه الأزمة وحتى بعد نشوب الحرب لعبت دور وساطة وحافظت على علاقات مع الطرفين وجزء من هذا الأمر يفترض ربما أو يقتضي أن يكون هناك علاقات تجارية واقتصادية وأعتقد أن الغرب على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الأوروبية متفاهمة للدور التركي وتريد هذا الدور التركي لأنه الحقيقة أفاد إن كان في اتفاق تصدير الحبوب أو في غيرها الأمر الآخر هو أن تركيا أيضا لها حساباتها الاقتصادية للبحثة المتعلقة بأن اقتصادها لديها أزمة لديها منتخابات مصرية العام المقبلة وبالتالي هي أيضا تبحث عن سبل وعلى المتنفس وبالتالي روسيا هي أحد الخيارات في هذا الإطار أخيرا أن تركيا أيضا تنظر بعين الشك والريبة للعقوبات الغربية والأوروبية تحديدا وأيضا حتى الأمريكية ربما لأنها أيضا هي التي يفترض أنها حليف كما ذكرت قبل قليل جزء من الناتو دولة متقدمة العضوية حتى الاتحاد الأوروبي ورقما ذلك تتعرض لعقوبات أوروبية وأمريكية وبالتالي هي أيضا ليست موافقة على هذا المقبل ولذلك أعتقد أن السردية أو الخطاب الرسمي التركي يتحدث عن عدم فائدة العقوبات عدم التزام تركيا بها لأنها لم تصدر عن المتحدة ولكن من جهة ثانية أنها بالتأكيد أي جهد قد يصب في خدمة الحرب هي ستكون بعيدة عنه باعتبار أنها بالعكس تحث الأطراف جميعا وخصوصا روسيا وأوكرانيا على وقف الحرب والتوصل الاتفاق سلام وما إلى ذلك وبالتالي أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بعلاقات تبادل تجاري وأمور اقتصادية تفصيلية بين الطرفين ويسألها علاقة بالضرورة بالجهد الحربي بشكل مباشر سيد متأيس ما رأيك بما قاله الدكتور سعيد هل مطلوب اليوم من تركيا أن تتخذ موقف واضح ضد روسيا ألا يكون هناك أي تعاون أي نوع من التقارب إن كان اقتصادي أم سياسي أم أمني أم غيره سيما وأن هناك حسابات داخلية لتركيا بداية ومن ناحية أخرى تركيا حتى اللحظة تحاول أن تبقى أو أن تلعب دور المحايد دور حتى الوسيط في هذه الأزمة نعم طبعا تركيا تحاول أن تلعب دور الوسيط وبالفعل لقد قامت تركيا بجهود كبيرة خاصة في اتفاق تصدير الحبوب الذي رأيناه مؤخرا والذي بالفعل ساعد أوكرانيا على تصدير هذه المنتجات وكسب الأرباح من عملية التصدير لهذه الحبوب التي كانت عالقة في المرافق الأوكرانية إلا أن هذا أيضا يصب في مصلحة دول أخرى خاصة في الجنوب ولتركيا بحد ذاتها التي تشتري الكثير من الحبوب الأوكرانية ولكن تركيا ليست جزءا من سياسة العقوبات حاليا كما سبق وقلنا ولكن ما ليس صحيحا هو ما قاله ضيفكم من إسطنبول عندما قال إن هناك دول أخرى تنسحب من هذه العقوبات عندما نرى سياسة الغرب بعد عام 2014 وبعد الضم شبه جزيرة القرم كان أيضا هناك عقوبات تم فرضها ولكن لم يتم اتباعها من قبل دول مثل سويسرا ولكن اليوم بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من هذه السنة سويسرا وغيرها من الدول المحايدة تدعم العقوبات الغربية هذه منها أيضا اليابان كوريا الجنوبية وسويسرا كما سبق وقلت وبالتالي من المتوقع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ألا تلعب تركيا دورا ضد الغرب بل على الأقل تقبل سياسات حلف النيتو هذا لا يعني إنه عليها أن توقف التجارة مع روسيا ولكن كما سبق ورأينا مثلا في مجال تصدير السيارات من تركيا إلى روسيا فقد تزايدت هذه التجارة بنسبة أكثر من 50% هذا يعني أن سياسة روسيا لشراء السلع التي ليس مسموحا أن تشتريها بموجب العقوبات تتمكن من شرائها من هذه الدول ومن هنا تركيا تساعد روسيا على الحصول على هذه السلع بشكل واضح وهذا لم يكن مقبولا على المدى الطويل وهذا لا يتوافق مع السياسات الغربية طبعا تشتري تركيا النفط والحبوب وغيرها من روسيا ويبقى أن نرى هذه الدول الأوروبية هل سوف تستمر بشراء النفط الروسي يعني نحن نرى حاملات النفط الروسية تصل إلى البحر الأبيض المتوسط وهناك يعني السفن اليونانية التي تأخذ هذا النفط وتبيعه لدول أخرى ومنها اليونان طبعا وبالتالي الاتحاد الأوروبي عليه أن يقوم بفرضه أولا وبواجباتها أولا ولكن هذا لا يمنع المشكلة التركية أنها موجودة دكتور سعيد هل تستخدم روسيا تركيا كحصان طرواضة إذا صح الوصف فيما يتعلق بالعقوبات الغربية وبالفعل اليوم السؤال كيف يمكن لتركيا أن تحافظ على علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا وأن تستفيد من دون خرق العقوبات الغربية على موسكو يعني بالتأكيد في ظل هذه العقوبات الأوروبية والغربية والأمريكية على روسيا بالتأكيد روسيا تبحث عن متنفس إن كان لدى تركيا أو غيرها حاولت كثيرا مع صين وما زالت ومع دول أخرى في الفضاء السوبيت السابق وأيضا تركيا وغيرها من الأطراف في الشرق الأوسط وما إلى ذلك لكن دعينا نعود مرة أخرى المقتضيات أو السياقات التي ذكرتها قبل قليل تخرج الموقف التركي الحقيقة من الانتهازية كما اتهمتها الأوروبا أو الاتحاد الأوروبي وتضعها في سياق أنها أصلا بحيث المبدأ ربما والإجراءات الأساسية هي ليست مقتنعة بفائدة هذه العقوبات وليست ملتزا بها هذا أمر الأمر الثاني لأن التراجع حصل الحقيقة حصل من عدة دول بما فيها ما ذكره الضيف قبل قليل اليونان واستيرادها للنفط الروسي أو بصادر الطاقة الروسية وحصل تراجع من بعض الدول الأوروبية بخصوص الطاقة قبيل اتفاق تصدير الحبوب وحتى الوئة المتحدة الأمريكية عفت بعض البضائع الروسية في سبيل تسهيل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وبالتالي في محطات معينة لدى مصلحة معينة الكثير من الدول وفي مقدمتها الوئة المتحدة الأمريكية تراجعت عن عقوبات معينة على روسيا وبالتالي لماذا يحضر على تركيا ما هو مسموح للأطراف الأخرى لدى تقديرها للمصلحة الأمر الثالث الضيف ضرب مثلا قطاع السيارات أو قطاعات أخرى الآن إذا أردنا أن ننظر من هذه الزاوية بالتأكيد فإن كل تجارة وكل علاقة اقتصادية بين روسيا وبين تركيا وأي دولة أخرى هي تدر المال على روسيا وبالتالي يمكن لروسيا أن تستخدمها في إطار الجهد الحربي لكن هذا أمر لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن البناء عليه المهم من جهة نظري وأعتقد أن الخطاب الرسمي التركي استردية رسمية تركية تصب في هذا الأمر هو أن الجهد الحربي المباشر لا تشارك به تركيا انتهاك العقوبات بشكل صارخ لا تشارك به تركيا أما فكرة أنه أن ننظر لكل علاقة تجارية على أنها تعطي روسيا ما هو منوع عليها من دول أخرى هذا سيصب مرة أخرى من زاوية أن تركيا ليست ملتزمة بهذه الأقوبات وبالتالي ليست ملزمة ليست مطلوبا منها أن تلتزم وأن تحضر تصديرها أو بيع بعض البطاعات لروسيا أعتقد أن المحضور الذي ينبغي أن يركز عليه الجميع وهذا ما تلتزم به تركيا هو أن لا تخدم أي علاقة تجارية واقتصادية بشكل مباشر لمجهود الحربي مثلا أن لا تباع أسلحة لروسيا أن لا يكون هناك علاقة مباشرة مع وزارة الدفاع الروسية أن يكون كل ما له علاقة بالجهد الحربي المباشر حتى الأمور اللوجستية المتعلقة بالأداء الحربي في أوكرانيا أما أن ننظر لكل علاقة تجارية على أنها ستخدم روسيا اقتصاديا وماليا فهذا أمر قائم ولذلك تركيا قالت منذ البدء أنها غير مشاركة في هذه العقوبات وبالتالي نعتقد أن زاوية النظر هي الأهم هنا ربما الضيف من ألمانيا ينظر من زاوية المنفع الروسية لكن في نهاية المطاف تركيا وضعت نفسها خارج العقوبات لكنها أيضا متجنبة بأي شيء يمكن أن يغذي الحرب بالعكس يتعمل دبلوماسيين وسياسيين ومختلف الأطراف وفي ظل ذلك الزيارة الأخيرة لأوكرانيا لأردوان في محاولة وقف الحرب وليس استدامتها ما زال أمامنا الكثير من النقاط لنتحدث فيها وعلى رأسها طبعا خيارات الغرب في ظل تنامي هذه العلاقة بين تركيا وروسيا أرجو التفضل بالبقاء معي ضيفي الكريمين أنتم أيضا مشاهدين ابقوا معنا نتاب إلى فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد إذن قبل الفاصل كنا مشاهدين نتحدث عن العلاقات الروسية التركية وطبعا نظرة القلق التي تنظر بها اليوم الدول الغربية لتنامي هذه العلاقة وخياراتها قبل أن نستأنف النقاش مع ضيفي أذهب أنا وإياكم إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونتابع بعض الأراء حول هذا الموضوع عبدالله يقول في هذه التغريدة أردوغان يريد إنقاذ الدب الروسي وهذا يعتبر خيانة لحلف النيتو لكون تركيا عضوا في النيتو أما هذا الحساب فيقول السياسة التركية هي سياسة مصالح وليس في ذلك عيب فهي لا تريد خسارة الغاز الروسي وفي نفس الوقت استطاعت حل أزمة الحبوب مع روسيا نختم بتغريدة لسيرجي يقول فيها أوروبا هي أول من ستتلف أو ستلتف عفوا على العقوبات الأمريكية على روسيا نظرا لانهيار اقتصادها وتركيا ستكون مثل الجسر بين روسيا والاتحاد الأوروبي أعود إلى النقاش أرحب بضيفي من بلين السيد ماتيس ومن اسطنبول الدكتور سعيد مرحبا بكم من جديد سيد ماتيس كيف ستتعامل أوروبا مع هذا التقارب يعني ما الذي يمكن فعله إذا هذا التقارب ما هي خيارات الغرب هناك طبعا النقاش الدائر حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وكان هناك موقف واضح من الطرف التركي بأنه يريد الاندمام إلى الاتحاد الأوروبي وهذه مسألة قد جمدت أو توقفت ولكن طبعا يعني لأنه من مصلحة أكثرية الناس يعني أن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ويكون لديها علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي وهنا على تركيا أن تقرر إلى أي مدى تريد أن تعمق العلاقة مع روسيا إذا كان هذا يعني أنها ستخسر ما حققته في أوروبا كما أن هناك مساء الأخرى غير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي مباشرة مثل مسألة البلقان والنزاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الاعتماد على دول البلقان هذه ومدى تقريب هذه الدول من الاتحاد الأوروبي أيضا هنا هذا يصب في مصلحة تركيا أن يحصل الاتفاق عادل في هذا الموضوع وأن تعرف تركيا أنه لا يجوز أن تبالغ في مواقفها في هذا الصدد وأن لا تساعد روسيا على بالفعل يعني إيقاف هذه العقوبات وتفادي يعني هذه العقوبات بشكل واضح وبالتالي أنه في مصلحة تركيا أن تحترم قواعد الناتو لأنها عضو طبعا في الناتو دكتور سعيد ألا تخشى أنقرة من هذه التداعيات سيما تداعيات المتعلقة بعضويتها في الاتحاد الأوروبي يعني والحقيقة أمر طريف نوعا ما لأن الاتحاد الأوروبي بنفسه أسقط ورقة الضغط التي كانت لديها على أنقرة عندما أوقف عاملية التفاوض للعضوية الاتحاد وأعاد تركيا لمرحلة التقييم قبل التفاوض وبالتالي هذه الوصائية التي كانت له على المسار في تركيا على السياسة الخارجية التركية على بعض القرارات إمكانية الضغط والتأثير فقدها والحقيقة أن الأمر أبعد ما يكون عن إمكانية الضغط على تركيا بهذا الأمر لأنه واضح أن هناك موقفا مسبقا يرفض انضمام تركيا لا علاقة لو حتى بالمعايير وتركيا دائما ما تقول أن دول لديها أقل من تركيا بكثير انطباقا للمعايير الأوروبية ضمت للاتحاد الأوروبي باطن عن الحياز بما يتعلق ضم قبرص اليونانية بعد الاستفتاء في 2004 وفق خطة كيف كوفي عنان والغدر الأوروبي الذي حصل وفقا لرؤية أنقرة وبالتالي نعتقد أن الاتحاد الأوروبي هذا الأمر أسقطه من يده الأمر الثاني قد يكون هناك مثلا التلويح بالعقوبات الاقتصادية لكن هذه أيضا أولا ليس لها مسوق قانوني وثانيا هي فاقدة أيضا للتأثير فضلا أن الاتحاد الأوروبي يدرك أنه في العقوبات على روسيا هو أيضا خاسر وأي عقوبات على تركيا هو أيضا سيكون خاسر وليس تركيا لوحدها وبالتالي مرة أخرى نعود للنقطة الأساس العقوبات الاقتصادية ليست أداة فاعلة هي تخسر الطرفين وهي في نهاية المطاف تضر الشعوب ولا تضر الأنظمة ولا تغير قرارات والسياسات وتوجهات الدول وبالتالي ينبغي أن يكون هناك مرة أخرى عودة للحوار وأعتقد أن هذا ما تفعل تركيا نعود عفوا نعود مرة أخرى للنقاش الأساسي وزاوية النظر لهذا الأمر هل تركيا ملزمة بأن تشارك بالعقوبات ليست ملزمة هل تركيا تنتهك العقوبات هي لا تنتهك هل أنها ليست ملزمة فيها ما ينبغي عليها تجنبه هي تتجنبه ألا الآن قد يكون هناك في بعض التفاصيل في بعض السياقات بالتأكيد أمور قد لا تنتبه لها تركيا أمور قد تكون فعلا مفيدة من زاوية ما أعتقد أن قنوات الحوار والتواصل بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي موجودة وإذا قنوات التواصل بين تركيا والنيتو والتي هي عضوة فيها أيضا مفتوحة وبالتالي يمكن للأطراف دائما أن تتناقش وتتحاور وأعتقد أن تركيا مستعدة لهذا الأمر صحيح أن تركيا حريصة على علاقات جيدة مع روسيا لكنها في هذه الحرب اتخذت موقفا واضحة أتب بسؤال أخير بقي لدي أقل من دقيقة دكتور سعيد نعم سيد متايس سؤال أخير لك هل أوروبا اليوم أقرب أو دول غربية أقرب للحوار مع أنقراسيما وأنها تطلع بدور محوري اليوم فيما يخص طبعا الأزمة الأوكرانية تصدير الحبوب الأوكرانية وغيرها أم أنه أقرب إلى فرض عقوبات وتعامل مع أنقرا من باب يعني الصرامة كما أرى الأمور الأمر ليس متعلقا بالعقوبات ضد تركيا حاليا ليس هذا هو الحديث ولكن كما قلنا على تركيا لا تبالغ في هذه المواقف حصل أيضا نقاش فيما يتعلق بعضوية فنلندا والسويد في النيتو التي حاولت تركيا أن تعرقلها منذ بضعة أشهر وهم فعلا لم يصادقوا بعض على الاتفاق الذي يسمح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى النيتو وعلي أن أصحح للزميل في إسطنبول أن العقوبات ضد روسيا هي فعالة وناجعة وروسيا تدخل في مرحلة ركود اقتصادي هناك الكثير من التداعيات الاقتصادية التي رأيناها على الشعب في روسيا رأينا الانخفاض في الانتاجية انخفاض إلى نسبة صفر من حيث الانتاج السيارات نرى أيضا العقوبات الوخيمة على انتاج الأغذية والمواد التي تفتقر للمواد التغليف وبالتالي هذا موضوع ناجح يعني العقوبات ناجحة وهي يعني تظهر عواقب واضحة على روسيا والشعب الروسي وبالتالي ليس من العادل أو الذكي الآن أن نناقش إذا ما كانت هذه العقوبات ناجحة أو غير ناجحة وهل يجب أن نوقفها أو لا لا بد أن نسمح لهذه العقوبات أن تنجح وهذا سيكون لديه عواقب على الرئيس بوتين وسلوك هذه التدابير حاليا ليست واضحة ولكننا نرى تدعياتها الاقتصادية وسنرى التدعيات السياسية بعد بضعة أشهر أو حتى أسابيع وصلت الفكرة سيد متايس شكرا جزيلا لك سيد متايس بروكمن رئيس تحرير جريدة هانس بلت ومن اسطنبول الشكر موصول لدكتور سعيد الحاج باحث في الشؤون التركية والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لكم اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا ميرا شغازي